عملية عسكرية منظمة في إدلب بهذا التصريح تقطع روسيا الجدل بالشأن نظرتها لاتفاق سوتي حول المحافظة إذ يؤكد نائب وزير خارجيتها سيرغي فيرشنين أن العملية العسكرية المحتملة هناك ستكون منظمة بشكل فعال دون توضيح لما يقصده المسؤول الروسي بوصف العملية بالمنظمة وعما إذا كانت ستستهدف كما أشيع سابقا جبل التركمان وجسر الشغور وأجزاء من جنوب إدلب وفي تجاهل متعمد لقصف النظام على المنطقة التي تحوي أربعة ملايين مدني يضيف المسؤول الروسي أن بلاده لن تسمح بوجود موصفها بمحميات للإرهاب على حد قوله مفردة الإرهاب شماعة موسكو ضد السوريين استخدمتها أيضا الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا حين طالبت تركيا بتطبيق بنود اتفاق سوتي وزعمت أن من وصفتهم بالمسلحين يخزنون مواد سمى في إدلب وهذه التهمة تراددها موسكو باستمرار مثلما تكرر مقولتها أن اتفاق سوتي اتفاق مؤقت في إشارة ضمنية إلى أن إدلب ليست استثناء من مناطق خفض التصعيد السابقة التي تعرضت في نهاية المطاف لعمليات عسكرية بإشراف الاحتلال الروسي نفسه بدوره نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال اعتبر أن ما وصفها بالاستفزازات التي تجري في إدلب لا يمكن اعتبارها ذريعة لشن عملية عسكرية هناك أونال أضاف أن منطقة خفض التصعيد أقيمت لحماية المدنيين وليس لتصفية ما تصفه موسكو بالإرهابيين مبينا أن هذا ما اتفقت عليه بلاده مع روسيا وإيران في سوتي المدينة المقرر أن تشهد قيمة لقادة الدول الثلاث منتصف الشهر الحالي وحسب ما هو معلن فإن ملفي إدلب وشرق الفرات سيتصدران مباحثات تلك القمة